موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من كشف الصحافة حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من العنوان الذي تصدر موقع التغيير نت والذي جاء فيه عمان تكشف سبب التدخل الخليجي في اليمن وقال الموقع أكد الوزير العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي أن الأزمة اليمنية من أخف الأزبات في المنطقة مقابل الصراع في دول أخرى وقال بن علوي أن الحل لا يزال بيد اليمنيين وأن الخلافة ليس بالعميق حيث أنه لا يوجد صراع دولي على اليمن كما يتم التداول وأشار إلى أن تدخل دول الخليجي في اليمن جاء لإعادة الشرعية وليس دفاعا عن مصالح الخليجيين بل لإنقاذ اليمنيين ويتابع التغيير نت يعتبر تصريح بن علوي هو الأول من نوعه المعبر عن توجه عمان من الأزمة اليمنية وحول موقف عمان من القضايا في المنطقة والهدوء الملفت وقال بن علوي أن الجميع يستطيع أن يصل إلى ذلك الهدوء إذا وجد الأمن والتعايش بين أبناء البلد الوحيد وإلى موقع الموقع بوست والذي تابع العديد من التطورات وعنوان في لقائها بنائب رئيس حزب العدالة والتنبية توكل كرمان عصر الانقلابات في تركيا قد ذهب إلى غير رجعة ووفقا للموقع فقد قالت الحائزة على جائزة نوبل السلام توكل كرمان إن حزب العدالة والتنبية التركي انتصر مرتين بعد إفشال الانقلاب العسكري منتصف يوليو 2016 وقبلها لفوزه في الانتخابات وأشارت توكل كرمان أثناء لقائها بنائب الأمين العام لحزب العدالة والتنبية الدكتور ياسين أقطاي في مقر الحزب بالعاصمة التركية أنقرة إلى أن أداء قادة الحزب في مواجهة الانقلاب قد جعلهم حكاما وقادة ثورة وهذا وإن كان ذلك مصدر فخر فهو يضعهم أمام مسؤوليات أكبر وأثناء كرمان على الشعب التركي الذي خرج بكل أطيافه وفئاته وأحزابه رافضا للانقلاب دفاعا عن مكتسبات الدولة التركية من الديمقراطية والتنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي وضافت أن غصر الانقلابات في تركيا قد ذهب إلى غير رجعة من جانبه قال نائب أمين عام الحزب حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي أن الانقلاب الذي أرادوا له أن يضع حدا للديمقراطية التركية تحول لثورة فما حدث ثورة حقيقية قدم خلالها الشعب التركي تضحيات كبيرة وشهداء للحرية والديمقراطية وأبطال استثنائيين الجريمة من أول الحكاية تحت هذا العنوان كتب محمود ياسين مقاله المنشور في الوحدة ونت وقال ياسين في أجزاء من المقال الجريمة من أول الحكاية هي انتزاعكم لدولة اليمنيين والباقي مجرد تفاصيل القرارات والأداءات التي يتخذها الحوثيون هي إما صح فنيا أو خطأ فنيا لكنها تبقى تفاصيل لخطأ الوجود البديل واحتلال مهمة ووظيفة يمنحها اليمنيون بالاتفاق ولا تنتزع منهم بالسلاح حتى لو كان الذين تم تعينهم في الجيش والأمن ومنحهم الرتب هم خريجوا أرقى الأكاديميات يبقى ذلك في سياق خطأ وجريمة القيام بما ليس لك إننا لن ندين الحوثيين على تصرفاتهم لكننا نلفت انتباه اليمنيين إلى أن ذلك قد يكون أكثر خطورة على حلم استعادة الدولة ذلك أنهم يسعون بيقظة لتخدير المناطق التي تحت سيطرتهم بالوجود الواقعي البديل حيث العدالة الميدانية المرتجلة تظلل إرادة الحياة برعاية الدولة اليمنية وتمنحها بديلا طارئا يستحوذ على عدالة المواطنة المتساوية عبر الفعل الناجز أريد عدالة رئيس محكمة تابع لوزارة العدل في دولة اليمنيين وليس عدالة المشرف الميداني كان يفترض بكل مدينة محاولة استعادة الدولة من صنعاء وكان يجدر بكل مثقف فهم الخطأ وتحديد موقف منه منذ اقتحام صنعاء وإسقاط الدولة حتى ولو لم تتحرك كتائب الميليشيا صوب المدن الأخرى الآن صراعنا مع الخطأ ومحاولتنا هي استعادة دولتنا أما المسافة فتقاس بإرعانهم للتعايش وأنهم قوة داخل دولة ولن يكونوا يوما دولة القوة والاستحواذ تبقى اليمن على أي حال محتفظة بالكلمة الأخيرة بوصفها بلاد الجميع ودولة حديثة تدار بما تراكم من خبرة التعددية والحقوق والحريات استعادة النقطة التي كنا قد وصلنا إليها قبل هذا كله تلك مهمتنا تابع موقع عدن الغد تطورات قضية لاعب كرة القدم محمد بارويس والذي تم احتجازه من قبل قوات أمنية منذ أيام وعلق الموقع سلطات الأمن في عدن تفرج عن اللاعب بارويس بعد احتجازه لأيام يقول الموقع نقلا عن مصدر أمني وآخر مقرب من أسرة اللاعب المحلي محمد بارويس أنه تم الإفراج عنه مساء يوم الثلاثة وبحسب المصادر للعدن الغد فقد أخلي سبيل اللاعب من سجن المنصورة بعدا حيث أعاد إلى منزل أسرته بالمنصورة واكتفى الموقع بالقول أن أسرة الكابتن بارويس عبرت عن شكره لكل من تابع قضية ولدهم الكابتن وذلك من خلال الاتصال أو السؤال عنه أثناء احتجازه خلال الفترة الماضية ومن عنوين الموقع سماع دوي انفجارات تهز بلدات ريفية بخضر موت موقع يمن مونتور عنوان في صفحته الرئيسية ممثل الأمم المتحدة في اليمن يدعو إلى هدنة فورية بتاعز وفي التفاصيل قال الموقع دعا الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ليدريك إلى هدنة إنسانية فورية في محافظة تاعز والتي تشهد تصاعدا في المعارك بين المقاومة الشعبية والحثيين وقال المسؤول الأممي في بيان حصل يمن مونتر على نسخة منه أنه يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن التوتر المتزايد في محافظة تاعز خصوصا المتعلقة منها بالتعزيزات لإغلاق مدينة تاعز إضافة إلى التصعيد في الأعمال القتالية في بلدة أصراري جنوبية المدينة ودعا كافة أطراف النزاع للموافقة الفورية على هدنة إنسانية لحماية المدنيين والعمل مع الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني في تسهيل العلاج والإخلاء لجرح الحرب وكذلك في إيصال الاحتياجات الطارئة من الأدوية والمساعدات الأخرى المنقذة للأرواح خطاب الحرب الأهلية بوابة إنقاذ القتل تحت هذا العنوان كتب قادر أحمد حيدر مقاله المنشور في الاشتراك نت ملمحان للمخلوع الذي ما زال مصرا على جلب كافة أنواع الحروب إلى اليمن وقال الكاتب في جزء من مقاله هو اليوم يهدد اليمنيين بالحرب علنا وصارحا بل هو من يقودها فعليا عبر أدواته وقواه العسكرية لأن الحرب هي منفذه الوحيد للخلاص وهي المخرج الوحيد له من أزماته السياسية المستحكمة مع الداخلي ومع المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة بالعقوبات التي تطاله شخصيا ولا خيار أمامه سوى دفع البلاد نحو الحرب الأهلية الصوملة كما كان وما يزال يهددنا بها فهي المنفذ الوحيد لإنقاذه من المآلات السياسية والأمنية والقضائية ومن العدالة والعدالة الانتقالية التي تنتظره ولذلك يدفع بالأمور بذرائع وهي نحو تفجير وتوسيع نطاق الحرب الأهلية موظفا جميع الأسماء والعنوين نبيلة الوحدة ورفض العدوان ومنع الانفصال لتحقيق أهدافه ولذلك يرفع مجددا شعار الوحدة بالحرب والدم الذي سبق وأوصلنا من خلالها إلى المآلات المدمرة التي نعيشها اليوم ألم يخذ الحرب في عام 1994 باسم شعار الوحدة وضدا على الانفصال ولذلك نقول إن من لم يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره في صور مأساوية درماتيكية وعلينا جميعا أن نمنع تكرار حروبه القذرة على اليمنيين خدمة لمصالح عصبيته الضيقة فالحرب إذا ما نشبت وضمن معادلات الصراعات الإقليمية والدولية الجارية وفي واقع حالة الفرز العبثية والاعتباطية فإن من أولى مهامها هو إعادة صياغة وتشكيل النسيج الاجتماعي والمجتمع اليمني على أسس وقواعد الصراع المذهبي وهي مقدمة التشضي والتفتيت والتفكيك لكل البلاد إلى ملل ونحل وملوك طوائف وتجار حروب وهو ما يجب إدراكه قبل أن يسبق السيف العدل في أحد عنوين موقع دن تايم الرئيسية ركز الموقع على ما تعاليه عدن في الجانب الخدمي وعنونا الموقع محافظ عدن الساعات المقبلة ستشهد تحسنا في خدمة الكهرباء وفي التفاصيل قال عيدروس الزبيدي محافظ عدن إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في خدمة الكهرباء عقب انتهاء المهندسين والفنيين من وضع اللمسات الأخيرة على تركيب المولدات الجديدة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لعدن ومن عنوين الموقع إبطال عبوة ناسفة قرب شرطة البريقة في عدن ومن العنوين الاقتصادية البنك المركزي يحاول استعادة ثقة القطاع التجاري وحول الصحفيين يقول موقع المصدر أونلاين مرسلنا بلا حدود تدين مقتل الصحفي الجرباني وتشدد على تدريب الصحفيين وقال الموقع أدانت منظمة مرسلون بلا حدود مقتل الصحفي عبد الكريم الجرباني خلال تغطية الاشتباكات في مدينة حرض وقالت في بيان لها إن الصحفيين في اليمن أصبحوا عرضة للأخطار وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة أليكسندرا الخازن له في ضوء الخطر الذي يواجه العاملون في قطاع الإعلام بالبلاد يجازف الصحفيون الشباب وأغلبهم من الهواة بأنفسهم إلى حد كبير في سعيهم لملء الفراغ الإعلامي ووفقا لما أحصته منظمة مرسلون بلا حدود فإنه يوجد حاليا أربعة عشر صحفيا قيد الاحتجاز لدى مختلف الجماعات المسلحة في اليمن بينما يرجح أن يكون الإعلاميون المعتقلون من قبل الحوثيين قد نقلوا إلى سجن آخر في صنعاء قبل مطالعة أهم قرأة الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعاود الترحيب بكم مشاهدنا ونصحبكم في جولة لاستعراض أهم قلة الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من الصحف الكويتية وتحديدا من صحيفة الرأي الكويتية والتي عنونت في إحدى صفحاتها علي صالح يدعم الحوثيين بأسلحة وعشرة آلاف مقاتلين يقودهم شقيقه كشف مسؤول يمني في الجيش الموالي للرئيس السابق صالح وميليشيا الحوثي للرأي أن علي صالح سلم الحوثيين أحد أهم مخازن الأسلحة الروثية والكورية الذي كان مخفيا في أنفاق جبلية ويحتوي على صواريخ سام وسكود وتشوكا كما عززهم بأكثر من عشرة آلاف مقاتلين من قوات النخبة التي تدربت على يد الجيشين الأمريكي والأردني وأرسلهم بقيادة شقيقه على شكل جماعات صغيرة إلى الحدود السعودية مع اليمن وأرجع المسؤول سبب فتح هذه المخازن وتسليمها إلى الحوثيين لسببين اثنين أولهما عدم موافقة السعودية على وقف القصف الجوي والزحف البري والبحري من قبل دول التحالف وقوات هذه وثانهما عدم الالتزام بالاتفاق الذي جار في ظهران الجنوب مع الحوثيين بوقف قصف المحافظات الشمالية مقابل وقف التعدي على الأراضي السعودية وتتابع الصحيفة أن هذا التصريح تزامن مع حديث رئيس الوفد الحوثي في حوار الكويت للراي عن تفاهمات مع السعودية كانت على مرحلتين الأولى على الحدود مقابل وقف القصف على المحافظات الشمالية وإلى الضالع حيث عنوان الصحيفة الخليج شرطة الضالع نحقق تقدما كبيرا في تأمين المحافظات المحررة ونقلت الصحيفة عن المدير العام للشرطة في محافظة الضالع العميد عبيد محمد قاسم قوله إن الضالع حققت تقدما كبيرا في تحقيق الأمن والاستقرار مقارنة بالعديد من المحافظات المحررة من ميليشيا الانقلابيين فيما تم الكشف عن وجود مخطط إرهابي لتنظيم داعش يستاذف اغتيال قيادات أملية وعسكرية وإما سلفيين بارزين في عدن وأضاف مدير شرطة الضالع في تصريح للخليج هناك بعض الصعوبات التي تواجه شرطة الضالع أبرزها الصعوبات المادية المختلفة وعدم وجود مقارن أمنية حديثة كون جميعها قديمة ولا تصلح للعمل الأمني وأكد أنه تم استيعاب ألف فرد من أفراد المقاومة بالشرطة وتم تأهيلهم أمنيا على يد ضباط سابقين ولكنهم منذ عام ونصف وحتى الآن بدون مرتبات صحيفة البيان الإماراتية عن ونتع منظمة حقوقية قولها الحوثيون يعرقلون إغاثة المدنيين حيث اتهمت منظمة العفو الدولية الإنقلابيين الحوثيين بوضع العوائق والعراقيل أمام منظمات الإغاثة عبر التهديد والترهيب ومنع أنشطة العمال الإنسانيين وتدخل فروع الأمن في عمليات الإغاثة والإغلاق القسري للبرامج الإنسانية فضلا عن القيود المفرطة والتعسفية التي تفرض على حركة البضائع والموظفين إلى البلاد والتدخل الذي يحاول تعريض استقلالية عمليات الإغاثة للخطر وأوضحت أن العوائق التي توضع في طريق المساعدات تتسبب في معاناة رهيبة وتحرم الناس من احتياجاتهم الأساسية في خضم النزاع المحتدم وطالبت المفاوضين بإعطاء الأولوية لهذه القضية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إيصال المساعدات إلى الناس الأشد احتياجا إليها وعدم استهداف أو مضايقة عمال الإغاثة الإنسانية وعمليات الإغاثة يمين جديد صاعد وداعا للحرية تحت هذا العنوان كتب ميشيل كيلو مقاله المنشور في العربي الجديد وقال الكاتب تقف أوروبا كما نقف نحن أمام خطر من نمط جديد ودهم تعبيره الأول تنظيمات التطرف المذهبي التي تتنامى عندنا باسم الإسلام والثاني أن يمين الأوروب الجديد الذي ينمو في كل مكان بالتوازي مع سرعة نمو اليمين الإرهابي عندنا فإن انتصرت التنظيمات المذهبية عندنا والأصنافية الفاشية عندهم دخل العالم كله ودخلنا معه في صراعات كونية مغايرة أي شيء عرفناه منذ نهاية العصر الوسيط فهل ننتظر حدوث ذلك على جانبي المتوسط أم نبادر إلى التصدي لتنظيماتنا المذهبية بالحرية والديمقراطية وبكل ما لدينا من قدرات وإمكانات إنسانية كي لا يقع هناك أيضا ما يقوض كل ما حققه على الصعيد الإنساني الديمقراطي ويتحولون بدورهم إلى وحوش لن ننجو نحن أو هم من معادلها المذهبي العنفي في بلداننا وبلدانهم تتحول المعركة ضد اليمين الإرهابي عندنا واليمين العنصري الفاشي في أوروبا إلى حقل الصراع يوحدنا أول مرة في التاريخ ضد خطر مشترك يهدد ما أنجزوه في بلدانهم وما ثرنا من أجل تحقيقه في بلداننا من حرية وديمقراطية أخذين بالاعتبار أن صعود اليمين الأوروبي يحمل قدرا من التهديد لوجودنا لا يقل إطلاقا عما يحمله اليمين الإرهابي لوجودهم عن الحملة العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في أبيان عنوانت صحيفة الشرق الأوسط وقالت بمساندة التحالف حملة مرتقبة للتطهير أبيان من الإرهاب وأكدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى للشرق الأوسط أن قرار تطهير محافظة أبيان من الجماعات الإرهابية وانتشار قوات أمنية في عموم مدن ومديريات المحافظة قد اتخذ وأن معركة التطهير التي سيشارك فيها التحالف باتت قريبة وأشارت المصادر إلى استعدادات مكثفة تجريها قوات عسكرية وأمنية بعدا منذ أسابيع وقالت إن المعركة ستتم عبر قوتين مختلفتين الأولى مهمتها تطهير أبيان وخوض المعركة مع الجماعات الإرهابية وتضم قوات الجيش واللجال الشعبية وأفراد المقاومة أما القوة الثانية فستكون مهمتها الانتشار وتثبيت النقاط الأمنية إلى جانب السيطرة على المرافق الحكومية وحمايتها ويتولى تلك المهمة قوات الحزام الأمني وقالت المصادر ذاتها إن قوات التحالف العربي بعدا ستشرف ميدانيا على العملية العسكرية الضخمة والتي سيشارك فيها أكثر من خمسة ألاف مقاتل منهم ألفان سيخوضون الحرب مع الإرهابيين وثلاثة آلاف مقاتل مهمتهم الانتشار الأمني ونصب النقاط وحفظ الأمن والاستقرار وتعقب الجيوب الإرهابية صحيفة العربي الجديد عنونت بالشأن اليمني المشاورات اليمنية ومواجهات الحدود جهود أربعة أشهر مهددة بالانهيار يقول مصدر يمني مرافق للوفد الحكومي المشارك في مفاوضات الكويت للعربي الجديد إن المشاورات باتت أقرب إلى الفشل غير المعلن وتنعقد فقط بلقاءات منفصلة تجمدت في اليومين الأخيرين مع مغادرة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الكويت للمشاركة في القمة العربية بالعاصمة الموريتانية نواكشط ويضيف المصدر أن لقاءات الساعات المقبلة مع عودة المبعوث الدولي ستوضح ما إذا كان سيتم التمديد لها أو إعلان رفعها عبر اتفاق يحفظ ماء الوجه ولا يقر بالفشل ويشير المصدر إلى أنه على الرغم من أن هذا الانطباع هو السائد لدى المشاركين والجو العام المحيط بالمشاورات هناك أنباء عن خطة أو مشروع يجري إعداده في كواليس مجموعة سفراء الدول الثمانية عشر المعتمدين لدى اليمن وفي مقدمتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ليتم تقديمه للوفدين اليمنيين عبر الأمم المتحدة كاتفاق تخرج به المحادثات وإلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت استئناف الرحلات في مطار عدن تقول الصحيفة الإماراتية استأنف مطار عدن الدولي أمس نشاطه بوصول طائرة مدنية قادمة من القاهرة عقب توقف دام أسابيع جراء الأوضاع الأمنية التي شهدتها المدينة وأكد مدير المطار طارق عبد علي للاتحاد أن المطار استأنف نشاطه بصورة طبيعية ضمن برنامج الرحلات المقررة لافتا إلى أن هناك خطوات متواصلة لاستمراره دون توقف حتى يتم الانتهاء من مشروع تأهيله فيما أكد وزير النقل اليمني مراد الحالمي أن المطار مفتوح أمام المسافرين ولن يشهد أي تعطر في رحلاته مستقبلا وزارة النقل تبدل جهودا كبيرة بشأن استمرار الرحلات بشكل طبيعي وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر